بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن الإنسان منا يعيش عالم أغيار بمعنى أنه ربما يتعرض لبعض الشدائد أو لابتلاءات وهنا يأتي السؤال هذه الشدائد أو الابتلاءات تصيب الإنسان منا بالمشقة فكيف يستقبل الإنسان منا هذه الشدائد أو الابتلاءات أو الأزمات التي يتعرض لها النفس لها دواعي عند استقبال هذه الأحداث فإما أن تستقبل النفس هذه الابتلاءات بشيء من التوتر والضيق والسخط وإما أن تستقبلها بالرضى عن الله عز وجل والثقة فيه واليقين به إذا استقبل الإنسان الابتلاءات التي يتعرض لها بشيء من التوتر والضيق والسخط أو كله الله إلى نفسه أما إذا استقبلها بالرضى عن الله والثقة فيه واليقين به أيده الله عز وجل ونصره الحق سبحانه وتعالى وذلل له العقبات ورفع عنه هذا القضاء من هنا ندرك أن هناك قيمة إيمانية رصينة تصنع عقلا واعيا راضيا بقدر الله عز وجل هي قيمة الرضا قيمة الرضا واليقين بالله عز وجل هي التي تجعل الإنسان منا حسن الظن دائما بالله عز وجل هي التي تكون مانعا من السخط والكسل والفتور واليأس والإحباط هي التي تصنع عقلا سديدا ونفسية مستقرة وطاقة ليست بمعطلة قيمة الرضا الذي يتأمل الشرع الشريف يجد أن القرآن الكريم قد بيّن أن من رضي بالقضاء رفع الله عنه هذا القضاء يتجل هذا في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام سيدنا إبراهيم كان يرجو الولد رب هبلي من الصالحين واختار لفظة الهبة وهذا يدل على ذكاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لأن وسائل الإنجاب معطلة فاختار لفظة الهبة التي تفيد العطاء بغير سبب هبلي من الصالحين ولم يختزل سيدنا إبراهيم الصلاح في ذريته وفقت التي ستأتي بل أراد أن يستمر الصلاح في ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلم يقل هبلي الصالحين وإنما قال هبلي من الصالحين تأتيه البشارة من الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم وهنا أدرك سيدنا إبراهيم عليه السلام أن البشارة له بولد ذكر وأن هذا الولد له صفة رئيسة يتمتع بها هذه الصفة هي الحلم بمعنى أنه يستطيع أن يقدر الأمور حق قدرها يمتلك قدرات عقلية وطاقات فكرية وعمليات ذهنية من خلالها يقدر الأمور حق قدرها هذه الصفة الرئيسة لهذا الولد الذي هو سيدنا إسماعيل عليه السلام لما ولد سيدنا إسماعيل عليه السلام ووصل إلى عمر يستطيع من خلاله أن يساعد والده سيدنا إبراهيم عليه السلام يرى سيدنا إبراهيم رؤيا في منامه ورؤيا لانبياء وحي فيرى أنه يذبح ولده إسماعيل ماذا فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام وهذا ابتلاء مركب جاءه الولد وقد بلغ من الكبر عتية جاءه الولد ولما وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع أن يساعد أباه في هذا الأمر يرى هذه الرؤية أنه يذبح ولده فماذا صنع سيدنا إبراهيم عليه السلام أشرك ولده في هذا الأمر قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه لاحظوا هنا هذا الحوار الماتع بين سيدنا إبراهيم وبين ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام يا بني يناديه بصفة محبوبية أنت ولدي وأنا أحبك ليس في نفسي أي كراهية لك إني أرى في المنام أني أذبحك ولم يقل ذبحتك وإلا لتمت عملية الذبح ولكن أني أذبحك بمعنى أن الأدوات مجهزة ومهيئة لعملية الذبح فانظر ماذا ترى بما رد سيدنا إسماعيل على والده سيدنا إبراهيم عليه السلام قال له يا أبتي كما قال له سيدنا إبراهيم يا بني بصيغة محبوبية يرد الولد على أبيه أيضا بصيغة محبوبية يا أبتي أنا أيضا أحبك وأعلم أنك لا تحمل لي في نفسك أي كراهية أو بغض أو ما شابى هذه الرذائم افعل ما تؤمر لم يكن له افعل ما تريد لأن سيدنا إسماعيل على صغر سنه حليم كما نعلم فسيدنا إسماعيل قدر الأمور حق قدرها وأدرك أن هذا الأمر من الله عز وجل وليس من والده سيدنا إبراهيم فقال له افعل ما تؤمر ستجلني إن شاء الله من الصابرين القرآن الكريم يبين لنا أنهما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لما رضي بالقضاء وأسلم أمرهما لله فلما أسلم وتله للجبين ماذا حدث؟ رفع الله عز وجل عنهما هذا القضاء وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم بل أقول ليس من رضي بالقضاء رفع عنه القضاء وفقد بل وتأتيه المكافأة من الله عز وجل ولذلك في الآيات التي تأتي بعدها وبشرناه بإسحاق وبعدها بقليل ومن وراء إسحاق يعقوب إذن من رضي بالقضاء رفع عنه القضاء وكانت له المكافأة من الله لا تفصل القدر عن مجر القدر وهو الله عز وجل الرضا يصنع عقلا سديدا ونفسية مستقرة وطاقة ليست معطلة نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم